مين قالك البتيفور يعني بالزبدة وبس بنص كيلو دقيق هنعمل كل كمية البتيفور دي بعد ما سعر وصل 300 جنيه نص كيلو دقيق هيدينا كل الكمية دي وبدون زبدة كمان البتيفور السمنة أسهل وأوفر بكتير كمان هنعمله على طريقة أفخم المحلات ودايب دوب سمي الله صلى على رسول الله فضلا شجعيني بأجمل لايك شاركي الفيديو مع أصحابك هديكي بقى المقادير بالكوباية وبالجرام عشان الناس اللي قالتلي في فيديو كحك احنا عايزين بالكوباية دي الكوباية المعيارية اللي الساعة بتاعتها 250 ملي محتاجة بقى قدي إيه سمنة محتاجة 350 جرام سمنة طيب ده أنا هشتغل بالماكنة لو أنت هتشتغل بكيس الحلواني حطي 400 جرام سمنة 350 إداني قدي إيه بالكوباية إداني كبايتين إلا معلقتين مش هنقول ربع هو كبايتين إلا معلقتين 350 جرام بالنسبة للسكر أنا محتاجة 140 جرام سكر بودر إلا هو كوباية اللي ربع كده من السكر زي ما شفتي بالكوباية المعيارية أنا بوزن قدامك هو عشان الناس اللي بتطلب بالكوباية هجيب دلوقتي الدقيق أنا محتاجة نص كيلو دقيق تعالي كده نشوف سعة الكوباية تقريبا كده 145 جرام وبتبقى مليانة دقيق فأنا هحتاجة أحط قد إيه 3 كوبايات مليانة كده زي ما شفتي وهحتاجة أحط إيه نص كوباية كمان يبقى 3 كوبايات ونص من الدقيق ضروري بقى يا جماعة أحط معلقتين من النشا على بتيفور السمنة عشان مايفرش معانا لإنه إيه غير بسكوت الزبدة كمان بجيب كده المنخل وافضل أنخل في مكاني عشان أخد بتيفوراية كده إيه نعمة وداي بدون لازم بقى السمنة بتاعتك تبقى ساقعة عشان ما تضرب مع السكر تبقى كريمة هضرب فيها بالمضرب أو بالعجان لغاية ما لون هيفتح معانا كده معانا بقى بطيين عليهم كسين من الفانيليا أول ما السكر والسمنة يوصلوا معانا للون ده كده وكل حاجة ضرب التمام هننزل بالبيض بيضة بيضة مش مرة واحدة أول ما البيضة الأولى تختفي ننزل بالتانية على طول مفيش أسهل من كده هتقومي تعمليه فوري كده بعد الفطار ما شاء الله تحفى وبيدي كمية كبيرة لازلنا بقى كده بكمية الدقيق بس هاخد معلقتين من كريمة السمنة والسكر على جنبها هقولك لي دلوقتي هنزل بقى بالدقيق وطبعا أول ما بنزل يدوب بس كده بلم زي أي بسكوت بدون عجن أول ما دي يختفي هاخد كده نص الكمية عشان هعمله إيه بالشوكولاتة طيب هحط كده معلقتين من الككاو الخامل غير محلة وهحط بقى المعلقتين اللي أنا ركنتهم على جنب بتوع السمنة والسكر وهبتدي بقى ألم بإيدي كده بتيفور الشوكولاتة إيه الجمال ده بصوا بقى ضروري أنه انتوا ضغطوا البتيفور بعد ما تلموه كده بقى كياس أو بستريتش عشان طبعا ما ينشفش ويشاء زي ما قلتلك لو أنت هتعملي بكيس الحلواني حطي 400 جرام سمنة على نص كيلو دقيق لكن لو أنت هتعملي بالمكانة زي كده كفاية قوي 350 من السمنة طبعا كل ما كان نوع السمنة أحسن كل ما داكي طعم أحلى هجيب بقى المكانة وهحشيها عجنة بتيفور طريقة استخدامها سهلة وبسيطة قوي بركب بقى الوش اللي أنا عايز أشتغل به كده وبعدين بقفل المجبس اللي فوق بالشكل دا وبجيب التدرج دا أحطه ناحية الإيد اللي أنا شغالة بطلع وبنزل بيها في شكل يحتاج نص تكة شكل يحتاج تكة أنت هتجرابي والشكل اللي ما يعجبكيش عادي خديه ودخليه لعجينة تاني ما فيش أي مشكلة يعني أنا ما بتمشيش معايا بالسهل عشان تبقي عارفة عشان الناس اللي كتبتلي السنة اللي فاتت ما شاء الله المكانة ماشية معاك على طول عادي الشكل باص بنشيله بنعمل غيره بصوا يعني شكل الوردة دا خدتك كونص عشان يطلع بالشكل دا طبعا أنت إيدك بعد محاولات كتيرة هتفضلي لغاية ما تصبطي معاكي إيه الشكل طبعا المكانة بتديكي تنوع جميل جدا في الأشكال والله المكانة دي يعني هي بتاعت والدتي يعني بقالها ما شاء الله عندنا أكتر من 15 سنة فالمكان دا موجود على فكرة فكل محلات مستلزمات بها الحلويات عشان برضو الناس اللي سألتني عني دا مش مركة معينة بصوا بقى تسوية البتيفور لازم تكون كده تطلعيها من غير لون من تحت خالص يعني مش هيقعد معاكي في الفرن أزيد من 15 دقيقة على درجة حرارة 170 وأنا برفع الصاج لفوق يعني بحط الصاج على الشبكة اللي فوق ما بنزلش تحت عشان لون البتيفور ما ياخدش لون غامق من الأعر ايه تازين بقى ست الكل مجاله واسع بس الصراحة أنا ما اقتناش بالبتيفور غير بالشوكولاتة طبعا هو أصله مربع بس المربع بالطريق أنا بحبه يفضل ما أرمش لآخر قطعة بصوا بقى هنا الخناقات اشتغلت وكله بيمدي إيده كله عايز يدوق ما شاء الله تبارك الله تحفى عندك شوية مكسرات عندك سوداني يعني ده سوداني مبروش فيه فرماسيل ألوان كتيرة فيه شوكولاتات كتيرة أنا كان عندي شوكولاتة بالحليب ودارك والشوكولاتة البيضة مستخدمة شركات مصرية زي دريم زي ماكستيلا زي سما كلها شركات محترمة وزي الفل خلي بالك الشوكولاتة دي اوعد حط عليها زيت نهائي البتيفور مش هيلزق عليه الشوكولاتة لو تحط عليه زيت لازم الشوكولاتة تبقى خام زي ما هي تعمليها حمام مية أو تحطيها في المايكرويف 30 ثانية وتقلبي بدون أي إضافات ولا زيت اوعد حطي أي حاجة على الشوكولاتة الخام عشان الشوكولاتة تمسك في البتيفور بالشكل ده بصوا بقى انا عملت تشكيلة كبيرة كده يعني ولا افخم محلي فيك يا مصر يعمل شغل ادينا احنا ستات البيوت ادهو ادود يا جماعة اكلوا البتيفور والله ما واخد التزيين ولا الشوكولاتات ولا كل الكلام ده هو بيباع بتلتمية وتلتمية وي ويقولك مش عارفة قام قطعة ويتشرطه عليك طب ليه بقى سمنتك في بيتك اعملي بسمنة بلد نظيفة وهتغذي احلى بيتفور لو مش عايزة تعمليه بالزبدة انا عن نفسي صراحة يعني مجدبش عليكي بعشا اللي بالزبدة بس اللي بالسمنة منجز ومشاء الله نص كيلو دقيق طلع لنا كل الكمية دي حبيب قلبي اتمنى تكوني الطريقة عجبتك وبحبكم في الله بتنسوش بقى تعملولي متابعة كمان شجعوني بأجمل لايك عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله كل سنة وانت طيبة وبخير يا ست الكل ربنا يقويكي كده ويعطيكي الصحة وتعملي احلى شغل عيد لولادك بحبكم في الله تعليقاتكم الايجابية بتشجعني كتير كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته